لماذا لا تساعد إيران أن نظام السوري باعتباره طفلها المدلل؟ لماذا لا نجي المساعدات طبية؟ مساعدات طبية من إيران للنظام السوري إيران صدرت في بداية أزمة كورونا إلى مناطق سيطرة النظام كورونا وصلت إلى الأراضي السورية من خلال مقاتلي فصائل الحرس السوري الإيراني كانت تحدث عن مقاتلين إيرانيين أو مقاتلين عراقيين ولاحقا مقاتلين من حزب الله بدأت تظهر حالات الإصابة في كورونا في مناطق الميادين والبوكمال التي تعتبر المناطق الأساسية التي يدخل منها مقاتلو إيران من مختلف الجنسيات إلى الأراضي السورية هنا بدأت تظهر الإصابات ماذا قدمت إيران لنظام الأسد أو للشعب السوري خلال أزمة كورونا؟ سؤال الذي يجب أن نطرحه قبل هذا السؤال ماذا قدمت إيران للشعب الإيراني خلال أزمة كورونا؟ الشعب الإيراني خلال أزمة كورونا أعرف أحد الأشخاص الذين يعمل ممرضا في مشفى ما شاهد في طهران تربطني بها علاقة قديمة جدا تحدثت لي عن عمليات رمي جثث تتجاوز 100 جثث في اليوم لا تتسألها ثلاجات المشفى الذي يعمل فيه خلال الأشهر الأولى لانتشار وباء كورونا إيران لا تقدم شيء للشعب إيران شعب في حالة من الفقر وحالة من سوء الأوضاع الصحية سوء الأوضاع الاجتماعية الآن الشارع الإيراني ينفجر في وجه نظام خامنئي الانفجار متعدد للأسباب الذي يحصل الآن لو كان هذا النظام نظام خامنئي أساسا معني بالشعوب لا تنب بصحة شعبه أولا أنا ما أخشى منه ليس أن لا يحاسب المجتمع الدولي بشار الأسد على إهماله الوضع داخل سوريا وانتشار وباء الكوليرا ما أخشى منه أن تكون موجة الكوليرا التي تضرب الأراضي السورية الآن بوابة جديدة لبشار الأسد وزوجته للارتزاق وإعادة العمل على دمجهم في المجتمع الدولي أكثر لأن ما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدات في مناطق سيطرة النظام يتم فقط من خلال الأمانة السورية للتنمية وهي المظلة التي تديرها أسماء الأسد والتي أسستها أسماء الأسد بعد سنوات قليلة من قدومها لسوريا أعتقد أسستها عام 2004 أو 2005 جميع المساعدات الأممية التي تصل إلى مناطق سيطرة النظام تمر عبر منظمة أسماء الأسد التي من خلالها يتم توزيع هذا الدعم على منظمات المجتمع المدني العاملة في مناطق سيطرة النظام والمنظمة التي تديرها أسماء الأسد تقططع حصة الأسد من هذه المساعدات مساعدات الأمم المتحدة نحن هناك العشرات من الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت كيف تصل هذه المساعدات إلى قوات النظام السوري إلى ميليشيات شبيحة غير النظامية التابعة لقوات النظام السوري وبالتالي المساعدات الأممية التي كانت تصل إلى سوريا خلال السنوات العشر الماضية كان جزء منها يصب في خزينة أسماء الأسد شخصيا جزء آخر يصب في ميليشيات القتل التي يستعملها نظام الأسد الآن بعد انتشار موجة كوليرا هي الأولى أعتقد من منتصف الثمانينيات في سوريا لم تحصل موجة كوليرا أو أنا على الأقل لم أسمع بموجة كوليرا منذ ذاك الحين تعم كامل أو معظم الأراضي السورية نتحدث عن عشر أو إحدى عشر محافظة سورية هذا الأمر سيستدعي تدخل سريع هذا التدخل السريع أعتقد أن نظام الأسد سيعمل على استثماره ماديا وسياسيا وسياسيا أيضا قد يكون كما تفضل ضيفكم استاذ قتيبة في مرحلة قادمة قد تكون أحد الأوراق التي التي يمكن أن تستخدم ضد النظام لكن الآن أعتقد حسب مجريات السابقة كلها التي مرت على سوريا خلال الأعوام الماضية فأن نظام الأسد سيستثمر هذا الأمر وهو منذ بداية الثورة السورية هو يخلق المصائب للسوريين ويستثمر في هذه المصائب الآن سيعود نظام الأسد لاستثمار حسب اعتقادي في ملف الكوليرا وسيطلب مساعدات عاجلة من نظمة الصحة العالمية وسيطلب مساعدات عاجلة من الأوتشا وغيرها من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر